تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديد من سيلفي أوروبا اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع برشلونة نيوز على الفيسبوك حلقة اليوم بعد كارثة برشلونة اللي حصلت اللي انتصار الساحقة اللي عملوا بايرم يونح خليني أبدأ قبل بنحكي بكرة القدم والمباراة أقول ببساطة في شغلتين واضحات أولا مقولة شهيرة لا نامت أعين الجبناء وفعلا الجبناء هدول ما بيعيشوا يعني هالموسم انكشف فيه اثنين ستين وساري مدربين ممكن يكونوا عباقرة على الورق في السوشيال ميديا سبعة عشر مثلث وكذا بس عند الجد كرت القدم هم بيش هاي كرت القدم بتعرف تدير ناس توظف ناس تخليهم يلعبوا عشانك تخليهم يقاتلوا تخليهم يحترموا قميصهم مش زي لي صار اليوم ساري عمل نفس الشيه ستين عمل مثله بس طبعا نهايته كانت أسوأ بكثير بسبعية لو أنا رئيس برشلونة والله العظيم ما بيكمل الشوط الثاني يعني بغض النظر أصير مجنونة لا ويحتبروني زي بعض الرؤساء الأندي بس والله العظيم ما بيكملوا للشوط الثاني حرفيا هذا مش مدرب اللي صار اليوم فضيحة ولو رجع السريجة وجاب دور الأبطال اللي صار اليوم فضيحة وما بيختفي بسببها هذا الأول الثاني شفنا فريق هذا مش كرة قدم يعني أنا أول مرة بشوف فريق بهجم بثمانية وبدافع بـ 11 ورحيم جايين وبتعبوش يقول الثاني بيجي بيضغطوا أكثر الثالث بيضغطوا أكثر من اللقطات في دقيقة سبعين تقريبا أني عديتهم حسيتهم أكثر من 11 في اللقطة يعني خلص خلصت المباراة وخمسة وصارت الدنيا أني عديتهم كم واحد شهدوا يعني جد شكيت أنهم أكثر من 11 يعني زي الأولاد الصغار صرت هذا مش فريق هذا جيش صنعه فلك اللي بيستهل التحية واللي عمله ستين يعني فعلا زي ما هنعمل بساري من أني اللي أنه ما طلع عليه ضو نهار هو مدرب لازم يصير في ستين كيكي ستين طبعا قرر من أول المباراة وحتى من مبارح لما قال أنه بدي يتعلم من أطلنطا أنه يلعب بأسلوب فريق مش برشلونة أنه برشلونة يتعود يفرض كلمته يحاول يفرض كلمته ولو يخسر على الأقل يخسر واقف معظم الأحيان لا الفريق دخل أربعة أربعة أثنين وضع فيدال جناح أمام بارمينيخ في جهة ديفيز مدعيا كانت وبعض الأحيان كانت في جهة كيميتش يعني مره هون مره هون يودي ثنتين أكتر كبارة من بعض حط روبرتو خلى العمق فيه اثنين قدام فريق عنده ثلاثة في العمق هذه أول غلطة واضحة أربعة أربعة أثنين روبرتو فيدال دي يونج بوسكتش في المقابل بارمينيخ لعب طريقة أفضل لعب أربعة أثنين ثلاثة واحد أعطى بارزيتش الأفضلية على كومن عشان نواحي بارزيتش الدفاعية أولا وعشان بيعرف إنه بارزيتش بحب يقص أكثر لمنطقة الجزاء بدون كرة فبيستنى وبسجل مدرب عمل الصح على نقاط قوته ومدرب بلش غلط وهذه السيناريو اللي بزيد الكارثة بالنسبة لستين إنه والله يبلش فاهم إنه لازم يضرب خط دفاع بايرن لما بايرن يتقدم بكرة طويلة اللي بخلي الموضوع كارثة أكثر إنه كان ناوي يضربهم مرة بقلبة طبعا تزبط مرة وزبطت بس بعدين كان طلع هو مفكر يعني بروبرتو فيدال طبعا مصبوع بسيط جدا لو بدك تلعبها بدي يكون جناحك سريع بدي يكون عندك جناح بدي يكون في باتي مبدئيا بدي يكون في باتي بدي يكون في لعب سريع مدامك عارف إنه هاي الاستراتيجية ممكن تضرب بكملها ونزل لعب سريع بوريك الموضوع إنه المدرب مش كثير مسيطر يعني ربما عنده الفكرة بس ما عندهش الجراءة يطبقها في العشر دقائق الأولى كان في فوضى زي ما شفنا الفريقين مش مستوعبين بعض الفريق بسجل الثاني برد عليه يعني برشلونة كان عنده فرصة كان ممكن تغير كل كل كلام اللقاء اليوم خصوصا الفرصة الثانية تعال سواريز ما استفاد منه برشلونة وما استفاد منه لا بالنتيجة ولا بالحالة المعنوية لأنه إذا في شي عمله بايرن بعد ذلك إنه رجع للقاء ضلوا مؤمن بأسلوبه عالج الأخطاء اللي كان عم تكشف دفاعه بشكل أقرب للفضيحة يعني في الدقائق الأولى عالجها وكمل في حين الآخر برشلونة ما عالت شي فزادت الكاربة يعني برشلونة كان واضح جدا إنه بايرن بقدر ينتقل من خط لخط خلف خطوطه بطريقة سهلة جدا عنده نعومة واضحة نعومة نعومة بعيدها نعومة واضحة في محاور وسطه دي يونج بوسكتش اليوم نعومة إضافة لبطء بيجي كبير من بوسكتش كان واضح إنه بايرن عم بقدر يصعد خلف سواريز وميسي بوقف بصعد خلف هذا الخط الوسط وبوقف والهدف الثالث بيشرح كل القصة بايرن نقل كرات بهدوء وبطء والشباب بس بتحركوا خطوة ونعمين لا احتكاك ولا شيء يعني كم لقطة بتشوف بوسكتش اليوم احتك فيها أو دي يونج احتك فيها لأ نعومة شديدة شوف العكس شوف كم لعب من بايرن كان يحتك الكنتارة بتحسوا قاتوزوا ببعض اللقطات هذا الفارق الأساسي نعومة هذا الوسط مقابل رغبة هذا الوسط وقتاليته حسمت الأمور فعلا فريق شاف عيوبه بهذه المسألة المساحات اللي عم بتصير في خط وسط ومع عالجها فريق عالج العيوب اللي صارت فمشت الأمور لاتجاه اللي اجتهد أيضا يعني من أبجديات الدنيا وأنك تلعب عن نقاط قوتك وخط دفاع برشلونة هو من نقاط ضعف هذا الموسم كيك الستين ما بعرف شو اللي خلاي راهن إنه يلعب بهذا الشكل إنه يستقبل الكثافة الهجومية المجنونة تاعت بايرن مينيخ ثمن لعيبيين يطلعو له بهذا الخط الدفاع ومش بس هيك يعني سميدوا الناس سبعا حت جننوا حت تحرقوا اليوم لكن هذا الرجل كنبرة اللي قيت واحد بساندو في كل المواقف عم بلعب واحد لواحد طبعا لما يلعب مع هذا المستوى بده يصير فيه هيك طبعا ده تنهز ثقته بنفسه طبعا ده يتحطم معنويا لأنه مش جاهز لهذا المستوى هو أصلا وبتخليه بكل المواقف واحد لواحد بهذا الشكل فيه شي غريب صار بهذا الفريق شكل يعني كأنه بيقول الفريق إخسر بنتيجة كبيرة في المقابل كانت استراتيجية بايرمينيخ سليمة منطقية أنا قوتي الحالة البدنية قوتي الحركية قوتي الفريق إنه بيتحرك مع بعضه ككتلة واحدة حظرني أجور برشلونة لمعركة السرعة والمعركة البدنية حجبروا يطلع عليها مزاي ما عامل معنا بولي يقدر يقتل الرتم بالشوط الأول أجبروا بشكل غريب جدا أنه برشلونة حاولي تطلع الكرة بحشوائية وشوفناها كيف كانت تفتك بسرعة ضغط عالي ممتاز وبعده كان في ضغط عكسي لما تفتك منهم الكرة رهيب وكثفات عددية بتيجى على بعض اللاعبين ممتازة وفوق كل ذلك كان في تفاصيل صغيرة واضحة ممنوع ليينيلميسي يستلم الكرة في نصف ملعب برشلونة بأريحية بالعادي غوريتسكا أو حد تاني عم بيضغط عليه أول ما يسلم وهذا الشي كان يخلي برشلونة فعلا مش قادر يصعد بالكرة لأنه هو الوحيد باعرف في صعب بالكرة يعني تفاصيل الصغيرة كان بايرون محضر لها بواجبات بانضباط ملموس جدا مقابل أنك ما حست في هذا الشي في برشلونة بايرون بأسلوبه كان عارف أنه سيمتشف ظهره بعض الأحيان كان عارف أنه سيصير فيه زي الكرات اللي صارت لكنه كان عارف أنه لازميه خاطر عشان يحط برشلونة بموقف صعب جدا خاطر وراهن عنوير خاطر وراهن على أنه برشلونة ما عندوش لعبين سريعين في الأمام خاطر وربح الرهان طبعا لا نقاشي أنه خلال هالموسم نقدر نحكي بوسكتش سيئ هجوميا وسيئ دفاعيا له تاريخ عظيم لا يناقش لكن لو برشلونة يدير مشروع صح الموسم الجاي بيبدأ على أساس أنه بوسكتش احتياطي مش على أساس أنه أساسي بيبدأ على أساس أنه احتياطي بوسكتش سيقدم مباراة كويسة لموسم الجاي بس كثير مهم الفريق هذا يبلش يعرف أنه يقدر يعيش بدون هذا الدور بدون بوسكتش تحديدا لأنه واضح أنه كل الموسم عن موسم عم بتزيد عدد مبارياته الأقل بدنيا والأقل حتى من حيث المستوى الفني كثير مهم برشلونة يبدأ الموسم الجاي بصراحة بوسكتش أنت مش أساسي لازم ندور لبديل لأين خلال الموسم الفليك عالج ضعفه ازركز على نقاط قوته في المقابل برشلونة كان داما عنده مشكلة واضحة أي فريق عم بلعب معه بسرعة أي فريق عم بضغطه أكثر برشلونة عم بنهاء ما عالج شي سواء مع فالفيردي أو مع سيتي فريق طور نفسه خلال الموسم فريق ثابت من ثلاث مواسم للعلم يعني ثلاث مواسم من الموسم الثاني لفالفيردي والفريق ثابت ولليوم الفريق ما تغير فعلا في شي بيخوف حتى الآن على مستقبل برشلونة بايرل ما كان خايف هو عم بيطلع بكثافة عددية كبيرة لأنه كان عارف أنه مخاطرته أعلى من مخاطرة برشلونة لأنه لما يصعد بهذه الكثافة سبع ثمان لاعبين وعنده متأكد ميسي سواريس برجعوش فيدال بعض الحين لم يكون موجود بطيء أو حتى لما ينزل جريزمان مش دائما حيضله قادر يرجع قلب دفاع ويرجع مهاجم بحيكون عنده مشكلة فهو عارف لما يطلع سبعة بصير سبعة لسبعة سبعة إذا نجحت مرة أنا بسجل إذا ما نجحت وقطعوا الكرة أولا حضغط عليهم عكسي أبطئ كرتهم ثانيا لما يصعدوا ممكن ما يهددوني ولو هددوني ممكن ما يسجلوا فاحتمال أني أنا لأربح هذا المخاطرة كبيرة قصة ميسي وسواريس ما بيدافعوش كانت واضح أنا خطيرة الآن كانت اليوم تحديدا انتحار انتحار رسمي أنا شخصيا كمشالجة على ملتخب ألمانيا بحب توماس مولر بس صراحة فقدت الأمل أنه يرجع بعد 2016 لليوم قلت خلاص انتهى الرجل هذا بعد ساعة 2018 كانت النهاية اللي عمله فليك معاه سحر اليوم اللي عمله مولر من تحرك من مساحات من شي بيخدم نفسه بيخدم زميله لا 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 عب مولر هذا مولر هذا مولر موليديال 2014 هذا مولر اللي بصراحة لازم يلف إليه الرأسه شوي معه لو سألوا الناس شو اللي صار ببسيط كثير الموضوع مدرب مسيطر على مدرب مش مسيطر مدرب بيشوف عيب في المباراة فبيعرف يحكي للعيب يصلحه مدرب لما يشوف عيب في المباراة ممكن يخاف يحكي ولو حكى ممكن ما يردوا عليه انهم يصلحوا يكفي تشوف خدعة انه ليفاندوفيسكي يطلع ويجي واحد يحتل مساحته اللي تكررت كثير يكفي تشوف كم مرة سيميده لعب لوحده امام اثنين من لعيب بايرون ميونيخ بالمقابل صعب تشوف غلطة او غلطين لبايرون عم تتكرر في المباراة كان فيه مدرب عم بتدخل وبعدل عنده الشخصية عنده القيادة الملموسة ومسيطر ومدرب مش قادر يتواصل مع لعيبته من زمان لانه الادارة ارتكبت خطيئة كبيرة انها تقيل مدرب خلال نصف الموسم الاساطير بتعرفها دمية مش النجوم بس لازم اكون واقعي قبل المباراة جهة جاي خصوصا لو مان سيتي تأهل بايرون لازم يحسن دفاعه هذا هذا الانتحار اللي صار اليوم وهذا العملية الرهيبة مع فرق بالعب كرة على الارض كويس زي مان سيتي ممكن يطلحها اكتر ويهددك اكتر انا اللي اتوقع انه فيلك واقعي ما حيلعب بهذا الاندفاع لانه عارف شو برشلونة لعب هيك مع سيتي حيغير في نهاية الموضوع انا حزين على ميسي حزين علي صار فيه اليوم حزين علي هيك الشكل بطلع فيه اليوني الميسي وظاهرة اهتزاز شخصية برشلونة صارت ملموسة يا حالا روبيرتو ألبا سيميدو بوسكيتش فيه لعبه بيفصله في المبارات الصعبة اول ما ياكلوا قول بصير حالة اكتئاب وكآبة وصور بتنتشر شي مرعب ما بعض شمالهم ظاهرة اهتزاز شخصية هذي هذي لحالها بدها شغل هذي لحالة بدش تختار المدرب ما تقولش تدور لي على واحد ناس بتحبه زي ما بيعمل بارتوميو حاليا او على واحد بلعب كرة حلوة دور على واحد يعالج هذي النقطة قبل اي نقطة ثاني لانها صارت هي الاخطر على برشلونة من اي شي تاني نوصلنا لنهاية هاي الحلقة بذكركم تشتركوا بقناة سيلفي سبورت كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك توتر انستجرام ايضا والسلام عليكم ورحمة الله